اشتركوا في القناة ادلا عن ذلك على الأدلة المادية القطعية لنستمر في ترسيخ مبدأ العدالة وأوضح معاليه أن توجيهات سموه تأتي في إطار العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى وتأكيد على التوفيق بين تحقيق العدالة وإصلاح المحكوم عليه معربا في هذا السياق عن خالص تقديره للمبادرة الملكية السامية المتمثلة في إصدار جلالة الملك المفدى قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يشكل نقلة نوعية في مجال الإصلاح والتأهيل وأضاف معاليه أن الأخذى بنظام السجون المفتوحة سيساعد على التوسع بصورة أكبر في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي تعد مملكة البحرين من أوائل الدول العربية في الأخذ به ويستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية بحيث يكون للعقوبة وظيفة نفعية تتمثل في تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم وأوضح معاليه أن الوزارة تعمل منذ فترة على وضع تصور لكيفية تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل في إطار تحديث أساليب وطرق معاملة النزلة وبما يحقق أعلى المعايير الحقوقية مضيفا أن الفكرة الإصلاحية لنظام السجون المفتوحة يقوم على السماح للنزيل بعد قضاء فترة معينة من العقوبة بالخروج من السجن لفترات معينة من أجل التعود على ممارسة حياته العادية والتأهيل لإعادة الاندماج في المجتمع حفاظا على الاستقرار الأسري وحماية للنسيج المجتمعي على أن يقوم النزيل بالعودة إلى مركز الإصلاح والتأهيل بمحض إرادته بعد انتهاء المدة المخصصة له للخروج وتابع معالي يتم تحديد فئات معينة من النزلاء ليكونوا في السجون المفتوحة وفقا لمعايير تضمن استحقاقهم هذا الأسلوب لافتا معالي إلى أنه تم تكليف الجهات المعنية بالوزارة بدراسة أنظمة السجون المفتوحة في مختلف الدول للاستفادة من تجاربها وتبني الأساليب والإجراءات التي أثبتت نجاحا وفعالية واقتراح التعديلات على قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية بناء على ذلك